شهور تقريباً كابتان علاء المنتخب محتاج اللعيبة دي تاخد راحتها باش المنتخب اللعيبة مصر كلها تريح فترة كويسة قوي وتبتدي موسم جديد بدوري قوي ببرنامج إعداد قوي من المدير الفني للمنتخب الأول ويعمل حسابه ويقعد مع الاتحاد أنا ليا الأولوية الفترة اللي جاي إن أنا رايح بطولة مهمة ولا رحمة لا دعاول ما فيش لو حد قاله بالاتحاد لا أروح مالكش دعا وأو أحمل يبقى بضحك عليك لكن أنا بقول برنامج يتحط في مخطط اتحاد الكرة لما ينزل الجداول يعمل حساب المنتخب الوطني فيه أعداد قوي جداً من دورات مجمعة من مطشط ودية عشان أروح الدورة النهائية إن شاء الله وأنا وقف على حالي لأن المنافسة مش هتبقى سهلة لا 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 خلص والفرقة الأفريقية مستوياتها بتعلق بشكل متسارع جداً 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 صراحة يعني فده أهم حاجة عشان خاطر نقدر نعمل ونتمنى بقى تبقى يعني الاختيارات فعلاً موفقة يعني اختيار صح حسب المراكز نحاول ننزل متوسط الأعمار شوية بينزل تدريجياً أنا ملاحظ يعني النهاردة أقل معدل أعمار للمنتخب في عهد في دوريا يعني النهاردة بس ما تلعيش غير مثلاً الشناوي علي جابه وصلاح يعني دورهم الواحدين اللي في التلاتينات يعني اه فننزل متوسط الأعمار ندي فرصة يكون المنتخب الأولمبي خلص اه ما عندوش ارتباطات ممكن يبص لعبة المنتخب الأولمبي مين من لعبة المنتخب الأولمبي شايف أنه يستحقوا من دلوقتي يبقوا في المنتخب لا لما شوف المتشاط بتاعتهم لما تشوف بقى اه طبعاً في أسماء لكن لما شوف المتشاط قادر أقول وحكم اه وقبالك فزي ما أنا هقدر أحكم على فيتوريا في الدورة على حتى الآن مقدرش أحكم عليه اه أنا كسب ست متشاط اه لكن أنا عن نفسي يعني ما لا كنت متوقع حاجة أحسن من كده اه لكن ليك أعذار ليك أعذار تمام فيش تجمعات مفيش 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 اه انا بديك الفرصة ودعمك لغاية لما توصل ان شاء الله في يناير تقول لي أنا بقى انت كنت ظلمني أو كنت مستني أقوليك حاجة أنا مين أكتر لعيب عجبك في المنتخب النهاردة يعني الوحيد اللي تحس لو بيلعب بقلب هو ترزجيه تحس اللي أنا أصلي يعني اللي أنا أصليل تاني الوحيد اللي انت تحس لو عايز بيلعب بقلب هو ترزجيه اه بجدية بجدية وبيدفع وريح الجون يعني هو اللفت نظري بصلاح لو صنع النهاردة مش عشان كده والله كمان على المجهود اللي اه على المجهود المعمول الجولة أولاية ده حلوة اللمسة حلوة الوش رجل الخارجي ده تصرف حلو مع الفور اولي 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 انا عايز اسمع عايز اسمع تفسيرك وتحليلك انت اولا اولا يعني لو تبص تحرك بتاع هو فين هو متحرك فين يعني عمل اختراق من 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 القلب في قلب الجون اه فتاة تحرك هايل طبعا بص صوي جدا من صلاح تمام اللي هو واخد قراره وهو ريح الجون هيتصرف ازاي one touch جون اه فده دي بتبقى بقريك اللي هو مركز يعني في واحد ما يقولك ايه طب اخد هو نط واخد بين وفي واحد يقولك انا اخدش عشان اخد بين لأ هو داخل يجيب جون وعارف هو هيعمل ايه فاعتقد ان دي اه كانت اه عشان تجيب هدف زادا لأ واحد مركز كواس اه محمد صلاح نفسه شفت مستوى ازاي النهار ده محمد صلاح باقل مجهود قدر برضو اللي هو يعني ايه يعمل برضو لكن الناس مستناه منه بس هو صراح في وقت اجماع الوقت ده هو اللي بيستناه في السنة كله اللي هو بتاع الاجازة طبعا اه انت لا تتخيل اللعيب المحترف ده ده عذاب ام انت عارفين يعني ايه حياة رفوية هني اه يعني واحد بيروح النادي بيبطل الشب لا بيش بيروح النادي ابن نص ساعة وبسج الشنطة مع التليفون وبيخلص مشكلة في البيت والسماعات واه لا 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 تواحد بيروح النادي الصبحية الساعة تمانية تسعة وبيقعد في النادي سواء محاضرات او تدريب ويرجع بالليل بلغة بلغتنا خلصان بيخش ينام في صحة تاني يوم حيحترف فيه لانه هو في مقابل انا بديك مقابل لانه كنت رجل محترف فلازم تبقى على المستوى ده لازم لازم لازم